مرت أكتر من 48 ساعة على دخول الجيش الأوكراني مؤتعة كورسك الروسية وسيطرته على 90 كم مربع من الأراضي الروسية كيف انتقلت أوكرانيا من الدفاع للهجوم؟ فاجأت العملية الأوكرانية لكل خصوصاً أن الجيش الأوكراني خسر بتموز الماضي 100 كم مربع من أرضه بس في عدة أسباب ساهمت بنجاح الهجوم الأوكراني 1- الشهر الماضي وفقت معظم الدول اللي بتسلح الجيش الأوكراني على ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية وبعمق بيوصل لـ 100 كم وتأمن الغطر الجوي والصاروخي لهيك هجوم 2- بأول أسبوع من قبل دخل الطيارات الـ F-16 الأمريكية الميدان وصار فيه توازن جد بالسيطرة الجوية بين الجيشين الروسي والأوكراني 3- ما كان الجيش الروسي متوقع هجوم من هالنوع وما حضر تحصينات شبيهة بالدفاعات الموجودة على الجبهة داخل أوكرانيا ما بيغير الهجوم الأوكراني شي بحجم الأراضي اللي خسرتها أوكرانيا مؤخراً بس بيسمح للجيش الأوكراني يحقق عدة أهداف 1- بيضغط على بوتين لسحب جزء من جيشه من أوكرانيا لمعالجة الاختراق وهيدا تحديداً اللي صار مع توجه فرق شيشانية ومجموعات تابة على شركة فاغنر لمؤاطعة كورسك 2- تم اختيار مكان لهجوم بدقة بالقرب من محطة كورسك النووية بيفرض هالخرق حالة استنفار كبيرة بصفوف الجيش الروسي لأنه وصول الجيش الأوكراني للمحطة النووية رح يسمح له يحتمل بمحيطة من دون الصواريخ والغارات الروسية 3- فتح جبهة دايما بالداخل الروسي بمهد لتفاوض بين الطرفين مستقبلاً لفرض انسحاب الجيش الروسي من الأراضي الأوكرانية بتفرج تعبير وجب بوتين بمجلس الوزراء وبحديثه مع رئيس أركان الجيش أنه مش مقتنع ولا متفائل بحديث الجيش عن تطويق الهجوم الأوكراني بس بيبقى فشل أو نجاح زيلنسكي مرهون بتأثير هالهجوم على العمليات العسكرية داخل أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر